اشتركوا في القناة اخواني متابعة لاخذ بيانات المحركات طبعا انا ان شاء الله عند كلامي اني راح اعمل فيديو لكل محرك تقريبا لكل قدرة كيف ناخذ بياناتها مهما كانت القدرة صغيرة كبيرة ما عندي مشكلة يعني راح اعمل على محرك نص حصان خاصة ثلاثة فاز يعني انا بتكلم راح اعمل عن نص حصان على واحد حصان اثنين حصان واحد ونص حصان ثلاث حصان يعني بالترتيب ان شاء الله مع ذكر البيانات ومع طريقة اخذ البيانات ومع ذكر بيانات المحرك منه حيث عدد اللفات وخطر السلك وطريقة اللف والتوصيل يعني بالتفصيل الكامل على اساس انه اذا حدا بحتاج معلومة كبيانات كعدد كبيانات وكذا بيقدر يرجع للفيديو وان شاء الله ويحصل المعلومات وطبعا راح تكون صورة اللوحة اذا كانت موجود اللوحة يعني على اغلب راح تكون موجود اللوحة راح اكون مصوركم اللوحة وقارئ لكم بياناتها ومعلوماتها على اساس هذا الكلام بسهل عليكم انكم تتأكدوا من المحرك اللي عندكم انه بشبه هذا المحرك اولا وطبعا القدرات يا اخواني مع اختلاف الشركات الصانعة تقريبا بيكون العدد متقارب يعني لنفس القدرة يعني فرق خمس لفات يعني شيء من هذا القبيل فقط يعني بين كل محرك ومحرك لنفس القدرة وممكن الفرق بالسلك بيكون نص ديزيم او بيكونه بتشابهات يعني لو تلاحظوا الترمبات الايطالية اللوارة والاسباة اللوارة والبدرولو وباقي الانواع تقريبا يعني لو تلاحظوا مثلا المحرك لحصان ترمبا لحصان تقريبا عدد والعدد وقطر السلك البيانات واحدة للمحركات كلهم يعني كلهم تقريبا 33 لفة على ما اذكر 33 لفة السلك ثمانية يعني التشغيل مثلا نحكي على الواحد فاس وحتى الثلاث فاس فبكون العدد متقارب يعني ما في فرق كبير يعني فعلى العموم اذا كان مش نفس المحرك اللي عندك انت لما ترجع للفيديو بتستأنس فيه يعني بتقدر تفهم انه مثلا انه انه العدد المطلوب عندك بكون حوالين هذا العدد يعني له اكثر بكثير ولا هو اقل بكثير يعني مثلا محرك مثلا زي هيك انت عندك واحد زيه مجهول تيجي على المحرك اللي عندي بتلاقي مثلا خلينا نقول عدده 20 لفة ممكن لعندك عدده 18 لفة ممكن لعندك عدده 22 لفة على حسب الشركة وحسب التصميم طبعا انا ان شاء الله راح اعطيكم بيانات اللوحة بالكامل ما بعرف قياس الحديد يعني انا ما بسجله بصراحة بس بشوف شو ربنا بيسرنا وبيقدرنا طيب انا عندي هذا المحرك طبعا هو لمحرك جير بوكس هاي الجير تبعه طبعا الجير كبير شوي هذا هو طبعا لا مخبز عجانة مخبز وعجين طبعا ملاحظة هذا الجير بس فيه سرعات ميكانيكية لاحظوا هون هاي هاي بتعمل سرعات ميكانيكية بيكون هون فيه في راسها هون زي مفتاح دائري بلفو هيك بصير فبرتفع البوبين هيك وبينزل لتحت فعلى اساس يعطي هون في الجير سرعات ميكانيكية فهذا جير عليه سرعات ميكانيكية طبعا هذا هو المحرك طبعا انا اللوحة مش واضحة لكن انا حاولت نظفت منها وقحطتها ومرضي هيك على اساس انها تكون واضحة امامكم رح احاول انها تكون واضحة طيب خلوني اطفل الفلاش بالكتسير اوضح يعني المحركات لاحظوا معلومات اللوحة 230 فولت 400 فولت دلتا وستار يعني 230 على الدلتا 400 فولت على الستار طبعا قدرته واحد وواحد كيلو وط يعني واحد ونص حصان واحد ونص حصان سرعته 1400 دورة 1400 دورة سرعة الجير بعطين زي سرعتين 49 49 يعني كانه عشر دورات و50 دورة على حسب المطلوب فقط يعني هاي المعلومات هاي الأمبير الأمبير 4.8 بالعشرة على الدلتا و 2.8 بالعشرة على الستار 4.8 بالعشرة على الدلتا و 2.8 بالعشرة على الستار طبعا زي ما حكينا البولت أو الجهد 230 400 230 على الدلتا 400 على الستار بقدرة 1.5 كيلو وط 1.5 إحصان 1.1 كيلو وط سرعة 1400 طبعا أول شيء احنا بعد ما نشوف المعلومات البيانات لاحظوا احنا منيجا على ال الروزيتا بنلاقيها موصلة دلتا طبعا هذا توصيل من عندهم يعني مش من عندي هل نشغل الفلاش لاحظوا موصلة دلتا هذا بدل انه بتشتغل على انفيرتر على انفيرتر 3.2 على اساس انهم يخذوا كمان سرعات من الانفيرتر عن طريق تغيير الهيرد يعني بيعطيك سرعة ميكانيكية المحرك وكمان هم بيغيروا بالسرعة ببطءوا بسرعوا عن طريق الانفيرتر لانهم شبكينوا دلتا هنا وحكينا الدلتا زي موكتوب على اللوحة 230 بولت فاذا هم بشغلوا على انفيرتر 220 بولت 3 فاز ما بهمني المهم انه الان بكتب البيانات او معلومات المحرك عندي على الدفتر الامبير والقدرة وكذا والخطوة من اخذها مثلا انا ما اخذها الخطوة خطوة معروفة يعني هذا محرك ملفوف زي 1400 زي اي محرك تأثيري طبعا هذا المحرك تأثيري لاحظوا وانا كل مجموعتين متقابلات يعني هاي المجموعة وهاي المجموعة من نفس الفاز وحكينا بتقدر تعرف عدد اقطابه وترتيب مجموعته بطريقة 1 2 3 1 زي ما عودناكم وهذا يعني معروف بالنسبة للكم والخطوة بناخذها مباشرة 1 2 3 4 5 6 7 8 اذا 8 10 12 ثلاث ملفات للمجموعة زي ما انتوا شايفين 1 2 3 هذا 36 مجرى طبعا بنسجل احنا كل هذا الكلام والان على السريع بناخذ بياناته زي ما حكينا بمحركات 3 فاز او حتى بمحركات الواحد فاز احنا بنخرج البيانات من رأس الاسلاك اللي خارجي للروزيتا خلوني افك الروزيتا والغطة هون على اساس اني اطلع الاسلاك طبعا طبعا الان انه فكيت الروزيتا والان بنسحب السيليك من الاسلاك حكينا زي ما بنحكي دايما احنا سيليك واحد بكفينا لانه هذا 3 فاز باقي بيكون كله نفس الشي او انت شوف المناسب سيليك او سيليكين يعني على قد ما انت نحاول نسحب الورنيش قاسي طبعا احنا ممكننا ندق على شوية بشكوش على اساس انطر الورنيش لكن الآن نحاول نسحب سيليك ونشوف تفاصيله الآن هذا السيليك لاحظوا هذا السيليك قد ارجحهم هيا لاحظوا هذا السيليك لاحظوا هذا السيليك عليه مع كورونا واحدة خارجة من مجموعة واحدة هذا بدل انه توصيله توالي توصيله توالي لاحظوا سيليك سيليك ثاني راح نلاقي نفس الشي في هاي المحركات اجمالا يعني القدرات الصغيرة خلينا نحكي بتكون توالي يعني ما ما في مشكلة سيليك هذا سيليك 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 خارجة من مجموعة واحدة هذا هو وهذا نفس الشي يعني كله نفس الاشي هاي سلك اللفة هي منبين واضح خارجة من مجموعة واحدة طبعا زي ما حكينا هاي القدرات الصغيرة بتكون تقريبا كلها بتكون توالي توصيلها توالي عادي يعني هذا محرك متباعد نهاية في بداية توصيله فما بكون فيها اي مشاكل ولا اي شيء يتوهنا سهل يعني لكن انا حبيت اني اورجيكم كيف ناخذ البيانات طبعا الان بنقص سيليك مثلا هاي سيليك مثلا نسحب اي سيليك احنا وبنشوف كم سيليك ماشي اللف خلوني افكوا وارجعلكم طبعا زي ما انتم شايفين ملفوف هاي بسيليك واحد بنقيسه احنا سيليك بعرفش اذا واضح ملفوف بسيليك سبعة وستين سبعة وستين اذا نبين عندكم سيليكو سبعة وستين طبعا هذا الكلام كله نسجله عندنا على الدفتر ملفوف سيليك سبعة وستين طبعا انا مسجل هون ستار على اساس انا البيانات لانه ممكن يجين انا محرك ثاني يعني على حسب العدد بيكون ما بشكل على انفيرتر فبسجل معلومات ستار انا وهم اذا بدون مشغلوه على انفيرتر بحولوه للدلتا وبشغلوه على انفيرتر فهنا هذه المعلومات اللي بنخلها الان معلومات ستار طبعا ليس معلومات الدلتا طيب الان صار واضح بالنسبة لنا الخطوة ثمانية عشر اتناش واخدنا قياس السيليكو والتوصيل الخارجي والتوصيل الداخلي توالي الان بقطع وبعد الملفات وبرجع لكم عشان احكي لكم مدش العدد وطبعا الان انا عديته المحرك طريع عدده ثمانية وستين لفة ثمانية وستين لفة لكل ملف طبعا انا بعد مجموعة كاملة بحب اعد مجموعة كاملة ما بحب اعد ملف واحد مع انه رح يطلع كله متشابه لكن في بعض الشركات بتعمل فرق في العدد طبعا طول المجرى 5.5 سنتي والقطر 9.4 تقريبا سنتي يعني القطر اكبر من طول المجرى المحرك زي ما تشايفين قطره كبير اصغر اكبر من طوله من طول المجرى كبير وهاي هي معلوماته عدده 68 لفة في سيلك 67 ستة تزيم 7 طبعا اذا لم يكن لديك سيلك ستة وسبعة بالعشرة انا بفضل دائما تحط القياس الاقرب الاكبر يعني تحط سيلك سبعة اذا لم يكن لديه سيلك ستة ونص لكن انا بفضل انه تحط الاقرب الاكبر دائما دائما الاقرب الاكبر دائما وبعدين هذا السيلك موجود منه في السوق يعني لو تجيب منه احسن وافضل وانا عندي منه الحمد لله رب العالمين وهاي هي ان شاء الله انكم تستفيدوا من المعلومات ان شاء الله راح اصور لكم انا فيديوهات تقريبا انا راح احاول تكون كل القدرات على اساس انكم تستفيدوا منها وتقدروا ترجعوا للمحرك المعين اللي انتم محتاجينه ترجعوا للفيديو المخصص الو طبعا وانا لفيته زي ما هو ثمانية عشر اتناش بسلك ثلاثة وستين مفرد بسلك واحد ثلاثة وستين طبعا ثمانية وستين لفه وهي نزلت مجموعة خدوني بس اورجيكم هاي المجموعة اللي بلفها هاي العدد ثمانية وستين لفه وهي السلك طبعا انا لسه ما قطعت السلك هاي موصول بالبكرة هاي البكرة سبعة وستين سلك سبعة وستين ثمانية وستين لفه هابيت اورجيكم انا انه انا اشتغلت على نفس البيانات اللي انا طلعتها انا وياكم اعطيكم وعافية ولا تنسوا بوصيكم دائما وبوصي نفسي لا تنسوا صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا